اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخيلة جميع متابعينا في الأردن نهار اليوم سألت أحوال جوية حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة درجة الحرارة كانت أعلى من معدلاتها بقليل مثل هذا الوقت من العام خلال أيام القليلة القادمة يتوقع أن تنخفض قليلا درجة الحرارة لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقصر بعداف إلى حار نسبيا خلال ساعة النهار لكن يكون لطيف بشكل عام خلال ساعة الليل سؤال أقوى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة ومنطقة بلاد الشام ومصر وشارق البحر بمتوسط من الغيوم كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو المرتفعة هذا المرتفع الجوي يعمل على إنعدام فرص تشكل هذه الغيوم ننتقل الآن لاستعراض خراءة درجة الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد يوم الخميس تبقى درجة الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يبقى التقص حار نسبيا خلال ساعات النهار لكن لطيف خلال ساعات الليل يوم الجمعة تنخفض قليلا درجة الحرارة مقارنة بيوم الخميس لكن تبقى الأجواء ما بين الرابعية الدافئة إلى الحارة نسبيا خاصة خلال ساعات الظاهرة والعصر أما ليلا يعود التقص يصبح لطيف بشكل عام يوم السبت المزيد من الانخفاض على درجة الحرارة مع تعرض المملكة لهبوب أو لتيارات غربية قادمة من شرق البحر الأبو المتوسط تعمل على انخفاض أو مزيد من انخفاض على درجة الحرارة تصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقصر بي دافئ خلال ساعات النهار ويكون ماء للبرودة خلال ساعات الليل يوم الأحد تستمر هذه التيارات الغربية بالهبوب تستمر درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وتتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا هذه الفرصة تشمل الجبال العالية من منطقة جبال الشرق خلال فترة الصباح نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يتسود أجواء لطيفة بشكل عام ما إلى البرودة خاصة خلال ساعة الليلة المتأخر 19 درجة مئوية كحرارة مسجلة أما المحسوسة 19 درجة مئوية أيضا الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الجماعة تنخفض قليلا درجة الحرارة مقارنة بيوم الخميس تسجل 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى تنخفض لتسجل 18 درجة مئوية يوم السبت المزيد من انخفاض على درجات الحرارة تصبح حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام 27 درجة مئوية كحرارة عظمى تنخفض ليلة تسجل 17 درجة مئوية يوم الأحد يبقى التقصرة بعدها في خلال ساعة النهار مع 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية كان هذا كل ما لداني لحد الآن شكرا على المتابعة وللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة